نحن نجد لقاء الفكري لعودتنا على أستاذ النعمة وفضاء المكتبة الوسائطية نشكر جميع العاملين في جنود الخافاء وطبعاً أستاذ معنا حاضرة كذلك على مستوى الإبداع هذا ما هو محمد البوحاشي لقل صراحة وهو يطرح أسئلة عريضة أنا سأكون كتوب قراءة جاهزة سأكون أستاذا نعمل منها غير الأساسي أنني أدرك عنوان أحلام المرأة المؤجلة في رواية سانفونية الفوضى أخذت المحاور أولاً قدرت مقدمة تعريف الإصداري وهذا مهم جداً تعريف الإصداري بالرواية لماذا؟ لأنها طبعات في السودان أنا حاولت نضيفها واحد بيان فقط من قندل واحد بيانات قراءة سينيائية في عتابة الرواية ثم ميزت من خلال الرواية بنجوج مستويات أراء أنا شخصياً أنها أساسية وهي صورة الأنت في سينفونية الفوضى وهي مهمة وصورة المرأة في سينفونية الفوضى على سبيل الختم كشف المراجع الملاحظة الأولى ترتبط بظاهرة الصوت عندما نتحدث عن الصوت فإننا نتحدث عن الصوت فيزيائياً كظاهرة فيزيائية ولكن عندما نقول سينفونية الفوضى فالأستاذة توظفها بمعنايين المعنى الأول هو أن الصوت عادة عندما يتائم على مستوى علم الموسيقى فإنه يؤدي إلى السينفونية احتلزنا الكرة الصوت الإنساني فهو ينسجل إذن هنا لدينا المقام الإنسجان ولكن عندما نتحدث عن الفوضى فهو لا تدخل إلى مقام آخر وهو أنها أعطتنا بنية رواية يختلط فيها هذا الإنسجان مع الفوضى وهنا نكون بإطار الصوت كما أكد عليه بغتين الصوت بعتبار أنه يعبر كل شخصية بالنسبة للبغتين فهي صوت تعبر عن طبقتها عن همومها عن مشاكلها وفي الأكيد أن هذه الأصوات لا تتشابه وفي الأكيد فإن صوت الأستاذ صوت هذا المعلم الذي يعلن فهو يمكن أن يكون صوت سليمان وهذه الأسئلة حققتها في الرواية وهو شكل فني رفيع جدا سوف ندوز مباشرة لتعريف الإصداري عن دار الريم للنشر والتوزيع بالخرطن بالسودان صدرت للأديبة نعمة بن حلال رواية سنفونية الفوضى من القطر المتوسط في القطر المتوسط في مئتين وثلاثة وعشرين صحاب حجم 14 إلى 21 سنتيمتر في طبعتها الأولى سنة 2021 يتساعد على الإصابات بخطر المتوسط شيء يتساعد على أن هذه الغلاف مش ستاعد أمام المتوسط في القطر المتوسط بخطر المتوسط نعم وهو اسمها من الرواية وهو اليد عبد الراحل ونوحة الغيلات هي الفنة تشكيلية قاسم عزماتي قاسم عزماتي شكرا أتركز بنية العنوان ترتكز بنية العنوان تركيبية سامفونية الفوضى على أساسين تركيبيين أسهم من حيث ملفوضاتهما في بناء المعنى من الناحية النحوية وفي تشييد الدلالة من حيث تصور البلاغ الجمالي وكذا التحليل السميائي وتأويلي ذلك أن ملفوضات سامفونية الفوضى من حيث تحليل النحوي العربي تتكون من مركب اسمي أساسه جملة اسمية تتابع بكلمات سامفونية خبر لمبتدأ محدود تقديره هذه وكلمة الفوضى صيفة معرفة بأل عرفتها بأل تنعة السامفونية بالفوضى وهو ما يجعلنا ننتقل إلى الأساس ثاني المنطق السميائي الذي يساعدنا على نظم أشيرة التحويل حسب طول ريكون وهو ما الذي يناقش الكلمة المفردة في علاقتها بالسياء من خلال محورين أساسيين وهما المحور التتابعي سنتاجماتيك والمحور التبادلي باراديماتيك عند دو سوسيور يرى أن تصور البيئي سوسيوري جعل النظام اللغوي وساطة بين علامات وعلامات يقول البولريكو في الصدر والعلامة موضوع السينية شيء افتراضي والشيء الفعلي الحقيقي الوحيد هو الجملة لأنها انحدث الفعلي في لحظة التكلب عندما تحول الخيطاء فإننا نجعل الكلام هو الذي يعبره عن الخيطاء لماذا؟ لأن اللغة رأيها مجموعة من القواعد الاجتماعية تخطاعه للليسان والليسان مجموعة من القواعد ووضعوها نوحات حسب هذا التحليف الذي لدينا مثل العربية المشيئة الأنجليزية المشيئة الفرنسية إذن هنا ندخل في صياء تأويل وهذا هو السبب في أننا لا نستطيع أن نعبر من الكلمة بيسقها العلامة المعجمية إلى الجملة لتمثيل منهجية واحدة لتشمال وحدات أكثر تعقيدا فالجملة وهي وحدة الخيطاء الأساسية في رأيي ريكورد ليست مجرد كلمة أوسع أو أعقد من الكلمة المفردة بل هي وحدة من نوع آخر ندخل إلى التأويل لا يكفي أن ننظر إلى الجملة نظرة نحوية صرفة أو بلاغية بل فهي أصبحت حسب البلاغة الجديدة ينظر إليها على أنها تشكل أساس الخيطاء والخيطاء يحتاج إلى تأويل ينظر إلى مباشرة صفحة الغيلاء إن التشخيص الأولي لصفحة الغيلاء في رواية سامفونية الفوضى يجعلنا ندخل عالم الألوان عالم الألوان والحروف والصوى غير أن الصورة بأبعادها الواقعية تغيب هذه المرة في غلاف سامفونية الفوضى فهذه الأمر يتعلق بغيال أو تغييب مقصود وفق رؤية المؤلفة والفنان تشكيلي الذي أبدع لوحة غلاف الرواية وهذا نحن بصدد عمل جريبي والحالة أن الخط الواقعي في الرواية من حيث نشكلها ومضمونها ونوعية قضاياها الاجتماعية ماسحة لخبايا الواقع المتسمة بالفوضى في العلاقات الاجتماعية كما نتصوره في الرواية سامفونية الفوضى بعدسة مبدعتنا نعمة بن حلال ومهما تأددت قراءات وتنوعة التأويلات فإن نصف الغلاف من منظور سنياء برسي تتأسس على بنيتين لونيتين متناقضتين وهما تشكلان البنية الأساسية لعالم الألوان من ناحية الكيميائية بنية اللون الأبيض وقد طاغت على أرضية صفحة الغلاف في الرواية وتشكل بنية سطحية يمكن إدراكها بالعين المجردة من خلال تفحص صفحة الغلاف وبنية عميقة تتعلق باللون الأسود الذي يشاكس صفحة الغلاف في اللوحة التشكيلية من خلال إطار اللوحة التشكيلية التي تتوسط صفحة الغلاف ومخارقة اللون الأسود للألوان القزاية السبعة التي تنفتح على الماء والسماء وتجسدها الأشباح التي تنتصب من خلالهما أو ينتصب من خلالهما شباحان يسيران فوق الماء ويتجهان نحو السماء من خلال باب يشطر الجدار السميكة نصفين فيشكل بذلك الانشطار العمودي مدخلا إلى عالم ينفتح على عالم الحلم بقوانين النظام الكوني المتأصلة في كل الموجودات وهكذا نفهم من قراءتنا المتأنية لصورة الغلاف ومن خلال اللوحة التشكيلية أن مبدعتنا ربطت البنية العميقة للونها الأسود بالحروف وهو ما يتأكد من خلال كتابة اسمها نعمة بالحلام في أعلى صحات الغلاف على يسارها مباشرة وكذا عنوان الرواية سنفونية الفوضى وجنس الكتاب رواية وضار النشر والتوزيع باللون الأسود بمعنى أن حروف كاتبتنا السوداء واقعية تحكيس سواء المعيش اليومي للمجتمع المغربي والعربي على حد سواء لكنها عندما اختارت اللون الأبيض لأرضية صحة الغلاف وألوان قوس قزح في اللوحة التشكيلية فقد رمزت بذلك للنظام والانسجام الموجودان في الكون والطبيعة كما خلقها الله عز وجل ويميزها بنظام وانسجام عتبة الإهداء تتأكد أهمية عتبة الإهداء في رواية سنفونية الفوضى من طريقة البوح الشعرية الذي يجمع بين الرسالة والخطار واللسالة حسب فولريكورد هي التي تضفى الوجود الفعلي على اللغة بكاملها من فتال نظرية التأويل الخطار المعنى صحة 12 جاء في مقطع الإهداء ما يلي تكب الأحلام تغمرنا أطياف الأوهام في فوضى عابثة تتبعت الأوراق هرمت وترامت فوق ركام العمر الرواية صحة 13 إن معجم هذا المقطع يحضر القارئ يهيئه يحضر القارئة للدخول في عوالم الفوضى التي تدعون الكاتبة لتأملها واكتشاف مكامل الفوضى واللنسجام فيها بعدستها التصويرية وفكرها التصويري وقدرتها السردية البارعة المراهنة على فتح أعيننا على مواطن فوضى في كل ما يبدو لنا منسجما في واقعنا الاجتماعي المغربي ومن خلاله الواقع العربي المتشابه إلى حد كبير وقد وصفتها بالفوضى العابثة في هذا المقطع الإهداء الآن وهو كذلك من حيث إن كباوات أحلامنا وتخبط أولامنا وتبعثور أوراق عمرنا وتراكمها فوق ظهر عمرنا البائس هو ما شكل العدة الحيكائية لرواية سانفونيا الفوضى ومن هنا فنحن من خلال مبادئ مقاربة النقد السمي بلاغي للصورة نحتاج إلى نقد مزدوج يميز بين الدات الفرضية والدات الجماعية من الجهة وذات النوع ذاكى أنثى التي نشترك فيها نحن البشر مع الكائنات الحية وعليه إن تحليل ذات النوع في رواية سانفونية الفوضى يعتبر مدخالاً أساسياً في تحليل منثويات الخطاب الدكوري لا يمكن أن نتصور تحليل الخطاب الدكوري في معزيل عن الخطاب الأنثاوي هذه المسألة تستلزم بعضها البعض وعليه فإن تحليل ذات النوع في رواية سانفونية الفوضى يعتبر كما قلت مدخلاً أساسياً في تحليل مستويات الخطاب الدكوري عند سليمان كبطار شاقي لأنه يعتبر جلاداً وضحية في الآل نفسه كما أن الدراسة النقضية المستفيدة التي ستسعفنا على تكوين صورة متكاملة لهذا العمل المتميز للرواية نعمة بن حلاب سنعملوا من خلالها أو سنعملوا على شملها مستقبلاً بدراستها من الزوايا مختلفاً طلاقاً من هذا تحليل هذا هذه القراءة لا تستطيع أن نرى سورة الأنتة في سانفونية الفوضى تتأسس قيمة الأنتة في رواية سانفونية الفوضى على الخلفية الإبداعية للكتبه الخلفية الإبداعية للكتبه النعمة بن حلاب الواعية الواعية وهذه مهمة الواعية بقيمة الأنتة البيولوجية والتقافية في المجتمع المغربي والعربي على حد سواه وقد توفقت إلى حد كبير في استجلاء مفهوم الأنتة وتمثل الذكر لها ورصد مظاهرها هذا التمثل في السلوكات والمعاملات الاجتماعية التي يصدر عنها الذكر وهو يمارس ذكوريته على الأنتة هذه الخطيرة هي أن الذكر يمارس ذكوريته على الأنتة ولكنه لا يعترف بوجود هذه الأنتة بل يستدعيها عندما يشاء ويفعل بها ما يشاء ووووو إلى آخر ومنما يجعله وهذا مشكل آخر مما يجعله يسقط في تناقضة المشاعر البراقة وذلك تكشفون جمع الحقيق ونحن أن أتبع أن الأستاذة نعمة استعملت تقنية هذه السر أنها لا تضع الظواهر من أجل استعراض الظواهر يقدر عملية طبية اسمتها لوميوباتي ما هي لوميوباتي؟ أنها تكون نفساً على الأسباب المؤدية إلى الظاهرة الاجتماعية وليس استعراض الظواهر الاجتماعية وهذه هي لوميوباتي العلاج الأسباب لنعالج الظاهرة وهذه مسألة جديدة في الرواية وفي التقنية للرواية وهناك تأتي كذلك المعاملة المجحفة في حق الأنثى الأمر الذي يزج به هذا بردك يزج به في الفوضى الحياتية التي تعاني من آتارها السلبية كل أنثى هذه الفوضى ليست الرجل والذي يعاني منها بل الأنثى هي التي تعاني منها واعتبر أنها ضدك يفترض أنه مسؤول على الأنثى وأنه إلى أخيه وهو يتم اللصوم من كل هذه المسؤولين أنا كنظر بشكل واقعي أنا تنحلم ليس بشكل إديولوجي تحدثه بشكل علمي يعني يفترض أن هذه البنيات يجب أن تعود على تحليلها وفي هذه الطريقة لماذا؟ لأننا نحدي الآن في النقض لا يزالنا نلامس القضايا ولا نغوص في أعماقها منهجية منهجية وهذا يقصد النوع من المسافة لأن المناقض في السويدين هو مسافة بين الأمان وفي المحافظة أنا شخصيا وفي هذه المسائل أخذتها لدي مقاطع منها لأشكل جداوي وخرجتها من الرواية ومن خلالها تستهد على أن كل ما أقوله يوجد في الرواية لكي لا نطلق سألنا مباشرة أحد المسألة مهمة لديها سياق أعطيت واحد للجدول سورة الأمثة في سينفونية الفوضى لا بد من أن نميز بين الحكاية والخيطاب كيف فرق بين الحكاية وبين الخيطاب الخيطاب ما هي التي تحكم فيه السارد هذا السارد يمكن الكاتر يوكل السرد كما فعلت نعمة أنها أوكلت السرد مجوعة من شخصيات حسب الأدوار التي تقوم بالخصوص كنزة باعتبار أن كنزة متقفة ولكن مشكلتها ومشكلة كنزة في نهاية هو أنها لا تنجي أنها عاقع ورغم مكانتها اجتماعية ورغم ورغم فإنها منبودة في المجتمع ورغم وخيفون عند الفلوس وخيفون عند كذا كذا لكونها عاقع فهي منبودة وهذا مشكلة خاطرة واحدة تقنية رائعة لقيتها عند أستاذة نعمة عندها سياق الاسترجاء فضاءاته أزمينته شخصياته ندت واحد جدول هنا سياق الاسترجاء رحلة سياحية ثقافية ترفيهية للعاصمة اسطنبول تركيا الفصل الثالث من الرواية صفحة 22 يمكن التطيع فضاءات استرجاع اسمينته وشخصياته بالرجوع إلى فصل الرواية التالية عندنا الفصل الرابع صفحة 28 عندنا الفصل السابع صفحة 86 وشخص عندنا الفصل الثامن صفحة 128 وشخص 129 فندزول الفضاءات فضاءاته أولا عندنا الفضاء الأول منطقة السلطان أحمد الفاتح اسطنبول تركيا المنطقة الثانية الفضاء الثاني المسجد الأزرق وهو مسجد السلطان أحمد الفاتح الفضاء الخارجي والساحة المحيطة به ثم عندنا الفضاء الداخلي ثالثا الفضاء الثالث متحف آية صوفية متحف رائع ويقصص طريقة واحدة اللغة رائعة الفضاء الرابع قصر طوب كابي طوب كابي طوب كابي طوب كابي ثم بحر مرمارة والمقهى التابعة له سادسا جزيرة الأميرات في بحر مرمارة هذه كلها فضاءات من غرج على الرواية غلقة لأنها فعلا فيها الحلم فيها الألوان فيها التاريخ فيها الحضارة فيها الدين فيها البغيتي كتوقعنا أزمينته هذا استرجاع تتراوح أزمينة الاسترجاع بين الصباح والمساء طالما أن الكنزة ويتسترجع ذكرياتها وتحكيها لابنة خالها سومية نذكرها سيبوها شيء غير ما مرة منذ عشرين سنة خلت وهما استنتعان بأجواء رهلة سياحية ثقافية ترويحية ما كان لها أن تمر إلا في الصباح أو المساء أما الليل فكانتها تقيماني في فندق من فنادق إسطنبول الرائعة التركية شخصيات عندنا بالأساس كنزة سومية وملة نقامتها برحلة سياحية ثقافية ترويحية إلى تركيا وشكلت فضاءات هذا البلد ضربة جدوره في التاريخ الإسلامي بأوروبا فرصة للحكي واسترجاع ذكريات الماضي الذي يفصل حضارات ويفصل كذلك الذكريات أو قصة الرواية وربما هذه هي الفكرة التي قالت سعد الله فاراجي أن ربما هذا الاسترجاع كان هو الانطلاق بالكتابة الرواية في حدة هذا السؤال ليس الكاتبة نعمة بن حلان ترجمة السؤال السؤال هو هذا الاسترجاع هذا الجولة التي ذكرت تركيا وش وش يدي وش كتابة الرواية نعمة 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 إن صورة الأنتى في رواية سنفومية الفوضى تتمظهر من خلال علاقة سليمان بالنساء كزوجات وخليلات ومثلات 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 هذا السؤال وبذلك يصدر عنوين شاقي مليء بالمتناقضات وهذا عنق الوشدية الفوضى وهذا المتناقضات وش هي الفوضى ولا أن نعم ولأن فهمه للأنثاء من خلال تمتله لها ومعايشته لنماذج مختلفة من النساء تحت وطأة الجهل المركب والفقر المهدد لوجوده الاجتماعي وكينونة رجولته علاوة على معاناته مع العقد النفسية التي كان سببها معلمه وهو الذي مارس عليه أشكال العنف هو ما جعله لا يستطيع إدراك المفهوم الحقيقي للأنثاء كما تتمثله كنزة باعتبارها متقفة ووعية بقيمة الأنتاء الروحية واجتماعية تقول كنزة في رواية سينفونية رفوضة في هذا الصدر وهي تناقش صورة الأنتاء من خلال تحليلها للعدة اللونية التي سبق أن وقفنا عندما في تحليلنا لسحة الغلاف الأولى وهي تؤكد في المقاطع الأولى من القصد الثاني على علاقة ألوان قزح الحالمة بمستوى خيالنا ومجازات تخييلنا الحالمة بتحقق آمالنا واللون الأسود الذي يمثل الحقيقة كما يعكسها الواقع وتتحرك وفقها الوقائع والأحداث والأشياء والشخص كما في المقطع الحواري بين سومية وكنزة كنزة عزيزتي أغمد عينيتي وتخيل اللون الأبيض هل ترين سومية؟ نعم كنزة والآن تخيل اللون الأخضر هل ترين سومية؟ نعم أراه أيضاً كنزة تخيل الآن اللون البنفسجي ثم البرتقالي ثم كل ألوان قزح هل ترينها؟ سومية أجل كنزة افتحي عينيك الآن هل ترين تلك الألوان؟ سومية ههه لا أراها لكنني أرى لون فستانك الأحمر الجميل إنه يريق بك كنزة دعك من لون فستاني وركزه معي لماذا رأيت تلك الألوان عندما أغمد عينيتي؟ ألم يكن مفترضاً أن لا ترين إلا السواد؟ هذا هو المشكلة وأن هذا البنية اللونية يقولها تختزفها الأستاذة نعمة في السواد، هذا سؤال فلسفي معنا هنا الأساتيدة في الفلسفة، سوف نجاوكم نعلى هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر